الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء السابع والأربعين مع الفقهاء أسأل ربي أن يشرح بالقرآن صدورنا وأن يسر به أمورنا وأن يسلل به سخائم صدورنا وأن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يرفعنا ربنا وأن يرحمنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من المتأدبين والمتخلقين بأخلاق القرآن الكريم وبهدي سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه اللهم آمين ولزال الحديث متواصلا ومتصلا مع سيد من سادات التابعين وفقيهم من الفقهاء وعالم من العلماء المحدث المتعبد الورع الصابر المحتسب وهو الإمام عروة بن الزبير بن العوام وقد أشرت لطرف من ترجمته في نهاية اللقاء السابق وأواصل المسيرة اليوم بمشيئة الرحمن الرحيم الإمام عروة بن الزبير ولد تقريبا في نهاية خلافة سيدنا عمر أو بداية خلافة سيدنا عثمان وتقريبا سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 94 تقريبا في نفس السنة التي توفي فيها الإمام سعيد بن المسيب وسنة 94 تسمى بسنة الفقهاء لكثير من الفقهاء الذين ماتوا فيها كعلي زين العابدين بن الحسين وكغيره مع سعيد بن المسيب ومع عروة بن الزبير الإمام عروة بن الزبير كان خليق بأن يكون بتلك المكانة التي تبوأها لما؟ لأنه تربية الزبير ولأنه تربية أسماء بنت الصديق ولأنه تربية وراوية خالته عائشة بامتياز ولأنه تربية زيد ابن سابت وأيضا راوية كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وكرافع ابن خديج وسعيد بن المسيب من أئمة التابعين وكانت أمنيته كما أشرت في اللقاء السابق أن يكون زاهدا في الدنيا وأن يكون من أهل الجنة وأن يؤخذ عنه العلم وظني أنه كان صادقا مخلصا فيما تمنى فحقق الله تعالى له تلك الأمنية الغالية ونقل عنه العلم وأخذ عنه العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الصفات والسجايا الجليلة والعظيمة التي تميز بها بجانب كثرة عبادته كما أشرنا من قبل أنه كان كثيرا الصيام كان كثيرا تلاوة القرآن ويختم القرآن في كل أربعة أيام مرة يقرأ ربع القرآن في النهار ويصلي به في الليل يعني كان يقرأ القرآن في كل أربعة أيام مرتين وليس مرة ورضي الله تعالى عنه أرضاه وكان معروفا بالسخاء وكان سخيا كريما جوادا سمحا كان له بستان من أجود أنواع البساتين في المدينة وكان مليئا بالثمار وبالتمور والأعناب وغير ذلك وكان عليه صور يحفظه من الدواب ومن غيرها فإذا ما طاب ذلك السمر وحان موعد قطافه كسر أبوابه أزال تلك الأبواب وفتح ذلك الحائط تلك الحديقة تلك المزرعة فتحها للجميع ليأكل من أراد أن يأكل وليحمل معه من أراد أن يحمل إلى بيته وأولاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكما قلت هو تربية أسماء وتربية عائشة وتتلمز على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فبالتالي كان حريصا على طلب العلم وكان شغوفا بطلب العلم وأشرت لقول سابق له أنه قال لو توفيت خالتي أم المؤمنين عائشة اليوم قبل وفاتها بأربع سنين ما ندمت على حديث واحد لم أخذه منها لأنه تقريبا حفظ كل ما سمعه من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه لدرجة أن بعض التابعين كقبيصة ابن زؤيب أنه قال يعني كنا في الحديث سواء إلا عروة لأنه كان يدقل على خالته عائشة ولم نكن ندخل أي كان يدخل في كل وقت لأنه ابن أختها أحد محارمها ففاق الجميع رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان في نفس الوقت يعني إذا سمع بحديث عن أحد الصحابة فكان يجلس عند باب داره كفعل عبد الله بن عباس الذي أشرنا إليه من قبل يجلس فإذا ما خرج سأله عن الحديث وفي نفس الوقت كان يعني يدعو الناس للاستماع إليه أي للنقل عنه كان يحفظ الناس ما كان يكتم العلم بل كان كما قال عمري بن دينار يقول كان عروة يقول لنا يعني ايتوني لتأخذوا عني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي نفس الوقت يجمع أولاده ويقول سلوني سلوني فإني أخشى على نفسي أن أنسى العلم فما تسألوني في يوم عن حديث إلا فتح لي الحديث في ذلك اليوم يعني كأن باب العلم يفتح حينما يسأل ويعني يروى أن بعض العلماء ترك مدينة أقام فيها أو قرية أقام فيها فسئل لما قال لأنني لم أجد من يسألني عن العلم لم أجد من يسألني عن العلم فأخشى أن يضيع علمي أو أن نسى لا حاجة لهم في أمر الدين فبالتالي حينما يسأل العالم يسأل العالم ويستفت العالم ثم يجيب بما يعلم ويرجع إلى الكتب وإلى المراجع وإلى مشايخه وإلى العلماء السقات ليتثبت منهم ليتشاور ليتحاور ليتناقش مع أقرانه وأطرابه وأشباهه ونظرائه بدون شك يعني يخرج بعد مدة زمنية بثروة علمية وفقهية رائعة جدا ويعني يكتسب ما يسمى بالخبر التراكمية يعني تتراكم العلوم ولذا كلما يسأل عن مسألة يجيب من فوره لما لأنه قد سئل ذلك السؤال ربما مئات المرات عشرات المرات أو مر به ذلك الأمر وربما يستفت المهتي في مسألة ويظن المستفتي ألا أحد يستطيع أن يديب على تلك المسألة لأنها صعبة عويصة ويغفل من أن غيره قد سأل مثل ذلك السؤال عشرات المرات من قبل ومثلما يجد علما عند ذلك العالم فالإمام عروى بن الزبير رضي الله تعالى عنه أرضاه يدعو أقرانه طلبة العلم أن يسألوه وأن يأتوا إليه ليسألوا لما ليبلغ دين الله تعالى ليبلغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال يعني بلغوا عني ولو آية ويعني نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها وبعدين قال بعد ذلك رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا والمسلم مطالب أن يبزل العلم الذي عنده وأن لا يدفن بذلك العلم دون أن يستفيد منه الناس بل أن ينقل ذلك العلم لغير المتعلمين وأن يعلم الجاهلين وأن يفقها ويعلم طلبة العلم وأن لا يكون مخزنا بخيلا بالعلم الذي امتنى الله تعالى عليه به ويدعو أبنائه أن يكسروا من سؤاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ده في الحقيقة طرف يسير من حرص الإمام عروة ابن الزبير على طلب العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان علميا راقيا جدا كل من خالطه كل من عرفه يعلم قيمته قدره قامته رسوخه قدمه الراسقة في العلم وفي نفس الوقت يعلم مدى تثبته واحتياطه وتعلم ذلك التثبت والاحتياط من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه وحكيت لكم موقف يعني من حلقات مضت أيام كنا نتكلم عن فقه وعلم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من أنها قالت لعروة ابن الزبير ابن عباس أو ابن مسعود ابن مسعود قادم أو مسافر للحج في الطريق فانتظره واسأله عن بعض الأحاديث فبالفعل ذهب وسأله انتظره على الطريق فأسمعه عبد الله ابن مسعود بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدثه حديثا في العلم لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء وإنما يقبضه بقبض العلماء يعني يرفع العلم بقبض العلماء حتى يعني إذا لم يبقى إلا علماء جهلاء أو المنتسبين زورا يعني لا يجد الناس إلا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسيدة عائشة تعجبت حينما نقل لها عروة ما سمعه من ابن مسعود نقله نقلا حرفيا وأشرنا يعني الحافظة الرائعة اللاقطة للعرب وأنهم كانوا يعتمدون على الحافظة على الزاكرة أكثر من اعتمادهم على الكتابة وأشرنا لذلك والأسباب التي حملتهم على ذلك الأمر والبيئة التي سعادتهم على ذلك ويكفي أنهم حافظوا قصائد مطولة طويلة ونقلوها كما هي جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا كأشعار أهل الجاهلية وغيرها وحافظوا أيضا كل ما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن الصحابية سمعت النبي يقرأ سورة قاف على المنبر مرتين فحفظتها حفظت سورة كاملة من فام النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر قرأها في جمعتين ربما متتاليتين أو متفرقتين فالسيدة عائشة كأنها تعجبت من ذلك الحديث لأنها لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقلت من قبل أم المؤمنين عائشة لم تسمع كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنها تزوجت النبي في السنة الثانية بعد الهجرة ده أمر صلى الله عليه وسلم يعني بعد الهجرة ده أمر الأمر الثاني الأحاديث التي قالها من قبل لم تسمعها الأحاديث التي قالها خارج المسجد خارج البيت في المسجد أو في سفر ولم تكن معه لم تسمعها فهي لم تسمع كل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكنها حفظت الكثير وروت أكثر من ألفين حديث لكن كما قلت من قبل أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ما يقول لم يكن يقول الحديث مرة واحدة وإنما كان يكرره وكان الصحابة يحفظون ويكررون ولذلك حفظوا كل ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة استغربت من هذا الحديث العديب بعد سنة فرأت ابن مسعود قادم من بعيد فقالت لعروة أتذكروا الحديث الذي حدثك إياه ابن مسعود في العلم من سنة قال نعم أذكره جيدا قالت فلقه فاسأله عنه فبالفعل ذهب عروة وسأل ابن مسعود عن نفس الحديث فحدثه به دون أن ينتقص أو أن يزيد حرفاً وحيداً فيه فعاد لخالته عائشة فالسيدة عائشة أثنت على ابن مسعود خيرا قالت والله ما زاد فيه حرفاً واحدة إذن هي حفظت هذا أمر الأمر الثاني عروة يحفظ ما سمع الأمر الثالث أن ابن مسعود روى الحديث كما هو بكلماته وحروفه دون زيادة ولا نقصان وكما قلت دائماً ويعني ألقيت محاضرة كاملة ربما يعني في العشر محاضرات الأول يعني عن مدى تثبت وتحرص صحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث من موقف عمر لما استأذن عليه أبو موسى الأشعري سلاساً فلم يؤذن له وبعدين خرج سيدنا عمر فوجد أبا موسى قد ولا وانصرف ما الذي حملك على الانصراف قال استأذنت سلاساً فلم تأذن لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم سلاساً فإما أن يؤذن له وإما أن ينصرف فقلأ علي ببينه المسألة ليست هكذا وبالفعل ذهب إلى الصحابة مزعوراً فقالوا سنبعث معك أصغر القوم وذهب معه يعني أبو سعيد الخدري وقال سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وكان موجود أبي بن كعب وكانوا يحفظون نفس الحديث والأمثلة كثيرة في ذلك الأمر لدرجة أن سيدنا علي كان يحلف من يحدثه أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يأتي بشاهد يشهد أنه سمع الشيء في ذلك أن عروة بن الزبير تربى في تلك المدرسة مدرسة التسبت والتحري لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك سيأتي بعد قليل في نفس الحديث عن الإمام عروة أنه كان يعني يسأل ولده هشام يعني أكتبت؟ قال نعم هل كتبت الحديث؟ قال نعم فيقول له هل قابلت ما كتبت؟ قال لا قال ما كتبت شيئا قابلت ما كتبت؟ يعني أنت سمعت أو كتبت الحديث هل قابلت ما كتبت مع بعض الحفاظ لتسمع ما كتبت؟ قال لا قال إذا ما كتبت شيئا فكان لا يكتفي بالحفظ بالذاكرة بل يعني يستعيد ما سمع من أحد الحفاظ ليتسبت مما كتب وده نفس الأمر الذي يعني سلكه الإمام زيد بن سابت عند جمع القرآن الكري نفس الأمر إنه ما كان يكتب شيئا من حفظه وإنما كان يأتي بسنين من حفظة القرآن ليقرأ يعني عن ظهر الغيب من حفظهما ثم يكتب رضي الله تعالى عنه أرضاه فسيدنا عروة سلك نفس درب التحري والتسبت والتسبت ولذا على قدره وارتفعت مكانته عند الجميع لدرجة أن عبد الملك ابن مروان كان يبعث إليه بالرسائل ليسأله عن أمور الدين عن أمر دينه يسأله ماذا نفعل في ذلك الأمر والإمام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد كان يسأله أيضا محمد بن الشهاب بن الزهري بيحكي موقف يدل على مكانة أو موقفين يعني يدلان على مدى رسوخ قدم عروة في العلم رضي الله تعالى عن الجميع يقول قدمت في وفد على عبد الملك ابن مروان في بلاد الشال فيعني انتسب كل مننا يعني أنت مين أنت من أنت من وابن من قبيلتك فقال أنا محمد ابن شهاب الزهري فيعني قيل له إن محمدا من طلبة العلم من الذين يطلبون العلم فقال له عبد الملك ابن مروان ممن تطلب العلم انت بتتعلم على يد من فذكر له على يد سليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود وعلى يد سعيد بن المسيب فقال له أين أنت من عروة فإنه بحر لا تكدره الدلاء يا سلام عبد الملك لأنه كما قلت في المحاضرة السابقة أن الجد في طلب العلم جمع بين عبد الملك ابن مروان وعروة ابن الزبير والدليل على ذلك تلك الأمان التي تمناها عبد الملك وعروة ابن الزبير ومصعب ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر وكانوا معا وكل واحد يتمنى منكم أمنية وأشرت لذلك أنه عبد الملك تمنى الخلافة ويعني أصاب الخلافة عروة تمنى العلم وأن ينقل عنه العلم فنقل عنه العلم فعبد الملك قال لمحمد ابن شهاب الزهري أين أنت من عروة فإنه بحر لا تكدره الدلاء ابن شهاب لما عاد من بلاد الشام للمدينة المنورة قل لازمت عروة فوجدته بحرا لا تكدره الدلاء ولزمته حتى مات ظل يسمع منه حتى مات ولذلك كل رواية ابن شهاب الزهري عن وروة عن عروة عن عائشة يعني تسمى بالسلسلة الزهبية عند الإمام أحمد وعند الإمام إسحاق ابن راهوي كما أشرت لذلك في اللقاء السابق ابن شهاب يحكي أيضا قال ذهبت إلى مصر لعبد العزيز بن مروان وكان والد على مصر أيام الدولة الأموية وهو والد الخليفة عمر بن عبد العزيز قدمت على مصر فلقيني إبراهيم ابن قارز إبراهيم ابن قارز من آئمة التابعين سمع من الإمام من سيدنا جابر من أبي هريرة من غيرهما فأيضا قال لمحمد بن شهاب الزهري يعني تلقيت العلم من فذكر فقال له أيضا يعني إلزم عروة فإنه بحر لا تكدره الدلاء إلزم عروة الخبر جاء من بلاد الشام والخبر والإيصاء جاء من مصر إذن يعني علم عروة قد شاع في الآفاق لا في بلاد الحجاز فقط وإنما في الشمال في بلاد الشام في الغرب في مصر وصلت سيرته وسمعته العطرة من أنه عالم راسخ في العلم وهذا ما نقله لنا تلميذ عروة ابن شهاب الزهري رضي الله تعالى عن الجميع الإمام عروة تميز بالذاكرة اللاقطة الحافظة الرائعة بأنه كان من الذين يكتبون ومن أوائل من كتب أول من كتب تقريبا كما قال الإمام الواقدي أول من كتب في السير والمغازي عروة ابن الزبير فكتب يعني كتبا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن المغازي كتب كتبا في الفقه لكن حدث له أمر أنه كان شائع في الوسط العلمي في ذلك الوقت أمر التحرج من الكتابة وأن لا يتخذ كتاب مع كتاب الله تعالى ده كان شائع ذلك الأمر أنه لا يتخذ كتاب مع كتاب الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لا تكتب عني شيئا غير القرآن من كتب شيئا فليمحوه إنما بعد ذلك تمت الكتابة وأزن النبي في الكتابة كما عشرنا لذلك في محاضرات سابقة في بداية يعني هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى فكأنه قال أن يتخذ كتاب مع كتاب الله فحرق تلك الكتب في أخريات أيابه ندي ندما شديدا على حرق تلك الكتب لدرجة أنه قال وديت أني فديت ما كتبت بأهلي ومالي دلومت أولادي وأنفقت كل أموالي في سبيل الحصول على ما كتبت لا كان الحصول على ما كتبت أغلى من المال والولد مرات أحبتي مرات نستمع لبعض الدروس التي ألقيناها من قبل من سنوات طويلة أو بعض العناصر العناصر والنقاط التي سطرناها فوالله دي حقيقة مرات أقول لست أنا الذي قلت لأنني أقول أشياء نسيتها تماما أفصل مسألة تفصيلا دقيقا وقد نسيت ذلك التفصيل تماما وكأنني أقرأ عن المسألة للتو للمرة الأولى ولذلك كثرت المتابعة والمراجعة والقراءة تجعل الإنسان دائما التذكر تجعله بعيدا عن النسيان دائما يتذكر فلما قال ما قال أنا أصدقه تماما فيما قال والسابقون قالوا يعني حياة العلم مدارسته حياة العلم يعني حضور العلم إحياء العلم تذكر العلم بالمدارسة وقالوا أيضا قيدوا العلم بالكتابة مرت تمر خواطر بأحدنا خواطر رائعة جدا فلو قام وسجلها كانت نافعة مفيدة أما إن أمهل نفسه للصباح أو إلى أن يصل من سفر فصدقوني فإنها تضيع منه ينسى ينسى تماما كمن يلقان ويقول والله يا أخي كان لدي سؤال أريد أن أتذكره وسؤال مهمة جدا وبعدين ينسى حينما يلقى الشيخ ينسى حينما يلقى الشيخ فشهد في ذلك أن الإمام عروة كان يكتب رضي الله تعالى عنه أرضاه وحرق ما كتب وندم ندما شديدا بسبب بسبب ذلك التصرف الذي وقع فيه لكن ما كتبه نقل الذين سمعوا نقل ذلك ويعني وجدت تلك الروايات مبسوطة في كثير من كتب الحديث من كتب المغازي والسير من كتب التفاسير كما سيرد الحديث حينما نتكلم عن عروة ابن الزبير والكتابة في التاريخ والمغازي رضي الله تعالى عنه وأرضى أنتقل لمحوى الرائع جدا ودائما أنا أقول كلام الإنسان يعبر عن شخصيته كلام الإنسان يعبر عن شخصيته يعني بإمكانك أنت بإمكانك أنت أن تحكم على المتكلم إن كان محاضرا إن كان متكلما عاديا إن كان يبدي رأيه في مسألة أن نحكم على عقله وحكمته ورزانته أو على خفة عقله وضآلة فهمه من خلال الكلام كما قال أبو حنيفة لرجل تكلم حتى أعرفك من خلال الكلام أقيم نسبة الفهم والوعي عندك فكلام الإنسان دائما يدل على عقله على ثقافته على حكمته من أقوال الإمام والأقوال كما قلت تعبر عن شخصية الإنسان وأنا في الحقيقة لا أنسب ذلك القول لنفسي بل أنا فهمته من صاحب كتاب الإحياء أبي حامد الغزالي لما يعني كان يورد كثيرا من الأقوال للصالحين والسلف الطيبين كان يقول يعني حينما يورد بعض الأقوال وكل يعبر عن حاله لما أورد قولا لمرأة قالت لمالك بن دينار أو لابراهيم بن أدهم على ما أذكر يا مرائي فقال لها ما عرفني غيرك فما عرفني غيرك أبو حامد بيعلق على القول قال وكأنه كان مشغولا متهدا على نفسه بتحصيل الإخلاص والخلوص من الرياء فلما قالت له يا مرائي قال من فوره ما عرفني غيرك وكأنه كان شديد لاتهاد على نفسه ليخلص في قوله وعمله لربه سبحانه ثم عقب ذلك بقوله وكل يعبر عن حاله فالأقوال تعبر عن الأحوال من أقوال الإمام رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول رب كلمة زل أورستني عزا طويلة رب كلمة زل أورستني عزا طويلة أنا لا أكتمكم سرا توقفت أمام ذلك القول طويلا رب كلمة زل أورستني عزا طويلة إيه معنى القول ده ده معنى فيعني خرجت بعد اجتهاد ربما أكون مصيبا ربما أكون مخطئا لكن الذي خرجت به أن الإنسان ربما في بعض المواقف إن فوت الفرص وغض الطرف عن الهفوات نجا وأنجا وفوت فرصا على غيره لأن لدي قناعة معينة أن عف اللسان المؤدب المتربي عدم ربه على من أساء إليه ليس مظهرا من مظاهر الضعف بل قناعتي أنا الشخصية أن المتطاول على عف اللسان إن شتمه وسبه بما ليس فيه فإنما البعيد الساب يعبر عن حاله يعني لو قال لك شخص يا خائن فاعلم أنه خائن هو يعبر عن حاله لو قال لك يا لس هو لس البعيد لس لأنه يعبر عن حاله لو قال لك يا جبان فهو جبان فهو يعبر عن حاله دي حقيقة وأنا استفدت ذلك أيضا والله من صاحب كتاب الإحياء قرأت له مرة أنه قال أكثر الناس حديثا عن الفتن أكثرهم وقوعا فيها أكثر الناس وقوعا في الفتن حديثا عن الفتن أكثرهم وقوعا فيها تلاقي عارف كل المصائب والبلاوي بتفاصيلها بحزافيرها بتفاصيلها أكثر الناس حديثا عن الفتن أكثرهم وقوعا فيها فالبعيد يعبر عن حاله فصمتك عن كلمة فيها انتقاص من قدرك ربما فوت فرصة ردك ربما ربما فتح باب شر عليك أحنف ابن قيس لقو الجميل قال إني لأطأت رأسي للكلمة مخافة أن أسمع ما هو أعظم منها يا سلام على هذا الكلام هذا كلام دقيق جدا كلام رائع أطأت رأسي يعني شفت اللي ماشي في طريق واعترضته خشبة بيعمل ايه بيرفع الخشبة ولا بيطأت الرأس لا بيطأت الرأس بيميل في سياج حبل ممدود بنميل ونعدي التميل ده انتقص مني شيء منت شيء أبدا لم ينتقص منك شيء ده معنى هذا الكلام الدقيق أطأت رأسي ده المعنى هو بسبب كلمة سمعتها لمخافة أن أسمع أفضع منها أشد منها ولذا قال رجل يعني يعني ساب ساب رجل رجلا فقال له لما لم ترد ما ترد علي فلو رددت بكلمة لأسمعتك بها عشرة يا سلام فقال المشتوم للشاتم والله لو أسمعتني عشرا ما سمعت واحدا في ناس كده تتمنى أنك ترد بكلمة يعني تفتح عليك فوها من السباب والشتائم فبالتالي رب كلمة زل أورستني عزا طويلة ده معنى دقيق جدا وربي قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام خاطبهم الجاهلون قالوا سلام سلام يعني نسلم أسمعنا نسلم أنفسنا نسلم أنفسنا من أن نقع فيما وقعتم فيه يا سلام أو رد عليه برد فيه سلام ده المعنى ولذلك الجنة رب قال لا تسمع فيها لاغية ذلك اللغ ليس موجودا في الجنة لكن موجود من البعض وكلام الإمام عروة هذا رب كلمة زل ويعني الأمر لا يتوقف عند كلمة ربما عند موقف من المواقف يعني قرأت أن الإمام عروة وكان بعيدا عن الفتن وكان مؤسرا للسلامة رضي الله تعالى عنه وارضاه الإمام عروة أنه نصح أخاه عبد الله بن الزبير لما يعني دعا لنفسه بالخلافة كان جالس معه مع مجموعة فقال فقال له يا عبد الله دع ذلك الأمر وعبد الله بن الزبير كان أخا لعروة من الأب وليس من الأم فقال يا عبد الله دع ذلك الأمر أما تذكر ما حدث للحسين بن علي أنه وإتلف وإجتمع المسلمون على خليفة واحد فنهره وزجره عبد الله بن الزبير زجرا شديدا النهاية كانت كما أشارت من قبل أن قتل عبد الله ابن الزبير تقريبا سنة ثلاثة وستين من الهجرة وقتل في مكة بجوار المسجد الحرام من قبل الحجاج ابن يوسف أو من قبل جيش الشام والقصة معروفة ومفهومة فالشاهد أنه كان مؤسرا للسلام رب كلمة زل أو رستني عزا طويلة أو موقف أيضا أفوته وامشي الكلاب تنبح كرمكم الله والقافلة تسير هناك من يتمنى أن ترد وده معنى من المعاني الدقيقة أشار إليه رضي الله تعالى عنه أرضا ولذلك من القصص الجميل الرائع أن يعني علي بن الحسين يعني قال له رجل إن رجلا قد وقع فيك قد وقع فيك فقال لا يعني نذهبن إليه فظن أن ناقل أن الإمام علي سينتصر نفسه فطرق الباب وقال بلغني أنك قلت كذا وكذا إن كان في ما قلت غفر الله لي وإن لم يكن في غفر الله لك والسلام فاعتزر الرجل واحد ثاني نقل الكلمتين لحد فلان أيضا قال عنك كذا وكذا فقال والله لا أغيظن لا أغيظن من سلطه علي ثم قال غفر الله تعالى له فقال هو مين اللي سلطه علي قال الشيطان فيعني نستعيز بالله من الشيطان الرجيم نعاصل المسيرة بمشيئة الرحمن الرحيم مع أقوال الإمام عروة ابن زبير ومع فقه وعلم الإمام عروة ابن زبير في اللقاء القادم في حلقة الأسبوع القادم لا يسعوني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيبي اجت معكم على أمل اللقاء بكم أستودعكم الله سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته